الفقرة اللي تعودتوا بها في سبيسيال تينيس والحديث على اخر اخبار المحلية والوطنية والعالمية الحديث على الدورة الودية بتنظيم نادي تنس بالقايروان كذلك الحديث على الدورة تونس اليوم الثالثة التي قيمت بالقايروان والحديث على الدورة القادمة من تنظيم نادي تنس بالقايروان كذلك نحكيه على الدورة الدولية لنشئين بحيدرة الجزائر والتتويج ابطانة بالنسبة للفرق التونسيين باش نرجع ونحكيه على سبيسيال تينيس مع المدير الفني لنادي التنس بالقاروان حمدي الشريف مرحبا بيك حمدي مرحبا ومرحبا بكل مستمعين حياته فان مرحبا بيك كمرة اخرى حمدي نحكيه على سبيسيال تينيس والبداية قبل ما نحكيه على دورة النشئين بحيد الجزائر نحكيه على نادي التنس بالقاروان والدورة الودية بتنظيم نادي التنس قبل ما نحكيه على اليوم الثالث التي وقيمت بالقاروان ما هو الأجواء والنتاج بالنسبة للاعبي نادي تنس بالقيروان بما أنه البطولة مزيت متواصلة باهي اليوم صارت تورنوى أميكال يعني دورة وضية بين نادي تنس بالقيروان ونادي تنس بسوسا عملنا فيتاسيون بتاع النادي وماشاء الله شرفونا بنومر كبير متاع لاعبين ولاعبات تنس من الهوات يعني دو جهور دو الوزير كيف ما تعرف احنا في نادي تنس بالقيروان كما نعطي وقتنا ونعطي وطاقتنا للجهور دو الوزير اللي هما أبطال الغد آآ ونظمناهم بساة تورنوى معتها كما قلنا معادي نادي تنس بسوسا آآ صارت اليوم آآ من ثمانية متاع صباح حتيش الماضي الساعة آآ ما شاء الله معتها فما فرحة عارمة معتها بين الصغار معتها كما تعرف لجهور دو الوزير وكأول لهم انه مشاء لعبوا تورنوى دونك حاجة ممتازة برشة فرحتهم برشة وإن شاء الله من حسن الى الصغيرات الكل ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لنادي تنس بالقيروان كذلك فما آآ الحديث على دورة تونس اليوم الثالث زادة تلعبت في القروين ناخذوا اكثر تفاصيل على الدورة ذي. آآ اليوم عنا تروازين متاع الكوب تونيزي. مهم. دونك آآ نادي تنس بالقيروان مشارك بدو كاتيجوري اللي هما يعني تسعة وعشرة سنوات. آآ الحمدول لها توا برلومو ربحين ماتش وخسري ماتش. ما زلنا نلعبه ان شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا وعليش ليه ننتصره ونهزه احنا تروازين في جورنية ان شاء الله. يعني بش نيخلو فكرة على الاسميع لقاعدة تيانك؟ آآ عنا البطل آآ آآ يلعب ضد آآ زميله من نادي تنس بسفيقس. وعنا زلنا محمد دميل عياشي تسعة سنوات. آآ يلعب مع زميله من نادي تنس آآ رحمد رسول الله بآآ سفيقس بانسور. وزلنا احمد البريكي زلنا بطل من ابطال هدوما. آآ قاعد يلعب زلنا طوى نور رموه ان شاء الله ربح بإذن الله خليطه في دوزيامسات بشاربح ان شاء الله ان شاء الله موافقين وان شاء الله من حسن الاحسن صغر الكل ان شاء الله. نتمنى ونحن التوفيق لبقي الاسمية خاصة من نادي تنس بالقاروين وان شاء الله يتوجه في المقابلة الاخيرة. بش نحكيو شوي نحن على الدورات القادمة. ان شاء الله في شهر مارس فاما دورات قادمة من تنظيم نادي تنس بالقاروين. نيخذو اكثر تفاصيل على ابرز الفرقة اللي بيش تشارك وتجي تكون حاضرة آآ في القاروين وكذلك ابرز الاسمية ممكن اللي يكونوا موجودين من نادي تنس بالقاروين. ونحكيو على الموعد المحدد باعتبار انو شهر مارس مش آآ يوتي معا آآ عطلة آآ بالنسبة للتلاميذ على الاقل فرصة للاولياء يجيو يحضروا للدورة ذي وهتا ظاهرة ذي. اي. آآ كي ما نعرفوا في شهر مارس عنا لوكاتو لسانك مسير تورنواة كريتيريوم كيروان يعني الكريتيريوم هدوما تورنواة متاع اللي لتان آآ اللي تان دون. قلو احنا نهارة سبت جاي ان شاء الله سبت ولا حد اربع وخمسة آآ كيف ما قلنا هذي متاع ستة ستة سنوات وبعاقل. دونك كريتيريوم هذي متاع اللي الويتان آآ اللي الويتان دو. آآ مش يشاركوا فيها برشة لاعب برشة اسماء وبرشة لاعبين من مختلف النوادي التونسية. كيف ما احنا عانا اللي جوهر متاعنا كل كل ويكاند يلعبوا دي كريتيريوم في دي كلوب. آآ نادي تنصب القيروين في الشهر هذي ان شاء الله. هو شهر هذي الشهر القيروين. ان شاء الله. عنا فيها معتها اكثر من زوز الترنويات معتها مش يتلعبوا في قروين. عنا كما قلنا لو كاتو لسانك الكريتيريوم للصغيرات. وعنا زي دا الترنوى معتها قروين. غراد عم. دونك آآ ان شاء الله مش مش تبدأ لوفاند كات مارس ان شاء الله. في رمضان بيانشير في تزامن على رمضان. وتوفى لدو افريل. بي واذا كان مش تتزامن في شهر رمضان هل بش تتلعب في الليل والبش تتلعب في النهار. آآ حسب التوقيت متاع الفيدرسون مش يهبطونا اللي تبلو. دونك احنا اللي مش ننظموهو مش عبطونا الاوقات ولي تبلو ان شاء الله. نحنا نتمني وتكون في الليل على الاقل تكون سهرها رمضانية مع اول يوم او ثاني يوم في شهر رمضان المعظم. ونتمني ونحنا هالتظاهرات هذه تكون من نصيب ندي تنسب القيروين. والجدير بالذكر انه آآ الحاجة اللي بيهي انه اي تظاهرة من تنظيم ندي تنسب القيروين وتنجح خاصة من ناحية التنظيمي وشوفنا في تظاهرات كبيرة برشا. في انتظار لما رأي تظاهرات اصناف الاكيبر والكبريات خاصة مع الملعب رقم خمسة خالي نقوله. اي نعم. الملعب العالمي اذاك وان شاء الله تزورنا مادم سلمة لمولي للمدينة القيروين مرة اخرى كما زارنا السياحي سامي الجلالي وتم تكريمه لما رأي انس جبر تكون موجودة في مدينة القيروين وخاصة مع نادي التنس بالقيروين وعدة تسمية اخرى ان شاء الله تكون موجودة في التصنيف العالمي. بش نحكي وحمدي على الدورة الدولية اللي ناشئين حيدرا بيلا جزيرة. وبش نحطي بعض النتائج تمكن لعبو المنتخب الوطني تنس للتنس ناشئين وناشئت تحت 14 عام من التعالق حيث واحرزت اللعبة الصعدة نادينة الحمروني على الميدالية ذهبية فردي وزوجي وتمكن اللعبة صعدة اسكندر انسايري من الحصول على الميدالية الفضية الزوجي والميدالية البرونزية فردي وتحصل كذلك اللعب الوعد محمد سليم برمضان على الميدالية البرونزية زوجي خلال فعاليات الدورة الافريقية قل من 14 عام بمصر التي تقام من 22 إلى 25 فيفريل 2029 بالقاهرة مصر حاجة به يا برشا انه ديما عناصرنا الوطني او ديما الرأي التنسية تكون مرفوعة في المحافل الدولي. اي نعم حاجة حاجة ممتازة برشا حاجة تفرح انه تلقى ديجور معتها اقل من اربعة سنة سنة اه يحملوا في راية الوطن ويعطوه في ايماج ممتازة برشا معتها التونس والتنس التونسي والمدربين التونسيين. اه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله اللاعبين هادم ومازالوا زادة لاعبين اخرين قاعدين في التألق متاحهم. اه نشجعوهم ان شاء الله وان شاء الله من حسن الاحساس دا رو عنا ابطال في دي كاتيجوري داج اقل رو عنا حتى ابطال في تسعة وعشرة واحدة سنة سنة معتها يعملوا في ديستاج البرة معتها عبادة معتها عندهم احلام كبار وبقودة ربي معتها بيشو سلوله مشاء الله. دونك اه حاجة بيها برشا انه تونس را هي والد دا رو معنس دا الا انس زيبر مشاء الله. عنا زادة ملك ززيرة زادة عنا ابطال اخرين في مختلف الفئات. يعني مازال عنا مستحبل سعد نقدم. راهم زادة زمتنا نذكروا انو اللاعبين هادو اللي قاعدين يشارفوا في في تونس. راهم كانوا دو جبور دو الوزير من لو وقت اللي يدخلوا صغار. دونك صار تكون متاحهم وتأثير متاحهم لين وصلوا معتها للون يفوك ما هكو اللي ويشارفوا بلادهم. وحاجة ترجعنا بالفخر احنا كرؤسائن اوادي وكمؤثرين للصغيرات هادوما. دونك ديما ننفيتي لبارون كل جيب بلدك لعله هو ينجم يكون هو غدوة بطال من ابطال تونس. على سليه نعطيه الفرصة وعلى سليه يكون معنا بالنوادي تونسي. واضح هذا في مصر. بش نحكيه على الجزائر الدورة الدولية اللي نشيين بحيدر الجزائر. ديما المنتخب التونسي يسيطر على الالقابة الزوجي. وصاحبة الارض ماريا باداش تحصل ذهبية فردي للفتيات ونحكيه عليها. حيث فز البطالة تونسي سعد احمد الحصيري بلقب جدول زوجي دورة الجزائر الدولية لنشيه تونس. كما فز ثنائي تونسي الواعد المتكون من البطلة نادين عبيد والبطلة لينة سوسي بلقب زوجي الاناث لنفس الدورة. وحسدت الجزائرية ماريا باداش لقب فردي الاناث عقب فوزها البرح السبت في النهاية. امام التونسية نادين عبيد من نادي تينس بسفيقس اللي قدمت مستوى كبير برشا للأسف في النهاية اه متمكنتش من الحصول على المركز الاول بوقع الستة واحد ستة اثنين. وكانت هذه الاخيرة اطاحت اه امس بالبطلة جزائرية صاحبت الارض ويصال بودجي ماول بانتيجة مجموعتين لسفر بواقع ستة اثنين سبع خمسة. اما جزائرية ماريا باداش اتأهلت نهار الجمعة لنهائي الدورة الدولية للأواسط جيريا البنادي حيدرا لتنس الجزائر عقب فوزها امام التونسية لينة سوسي بواقع زوز مجموعات لسفر وحسمة باداش المصنفة رقم اثنين المجموعة لولة سبع خمسة بلا تطيح مجددا بمنافستها المصنفة رقم ثلاثة بانتيجة سبعة ستة ومن جهة اخرى توجت البطلة التونسي مريم بن عز الدين بلقب زوجه اه فتيات دورة السينيغال الدولية للشباب وباش تلعب ان شاء الله اه نهائي الفردي للمنافسة على ذهر بيثاني بهذه الدورة. مهما تكون حتى اللعبة نادي تنس بس فقس اه نادين اللي نهزمت في النهاية لكن ديما سيطرة تونسية سيوي في الجزير في السينيغال في مصر ديما ريتونسية ترفرف عاليا والخدمة تجي برشا وتحية كبيرة للمكتب اللي جامعي للتنس على رأسهم السيدة السلمة المولي. اه نعم. اه لرجلتها هذو ما كل راهوا بالحق صرفت مجهودات كبيرة مع عند الفيديراسيوم من عند رئيسة الفيديراسيوم دام سلمة والإطار التكويني الكل معتها المدربين في في مختلف النوادي راهوا كلهم قاعدين يخدموا باش يشرفوا تونس ويشرفوا الراية التونسية ويصنعوننا ابطال الغد والغد. حاجة باية تونس بالحق روانا برشا ابطال في تونس في مختلف الميادين وخاصة معتها في اللي سبور اندي فيديوية اللي راهوا بالحق ما هومش ما ماخدين حظهم راوفهم ابطال قاعدين يتكونوا ورايفهم خدمة كبيرة قاعدة تصير وان شاء الله هنبشروا بمستقبل واعد وواعد جدا. ان شاء الله باش نختموا بالاخبار الاخير حمدي قبل ما تغادرنا آآ نجمنا العربي آآ مالك الجزيري بالدور الاول بشيقاب الغدوة الاثنين نذيروا آآ خالينا نقولوا الاسباني اليخاندرو فوكين المصانف واحدة وثلاثين عالميا وللأسف غدوة بشيعلوا نعتيزلوا لعابة المشاركته في النسخة واحدة وثلاثين من دورة الدبي المفتوحة نذكر انه مالك الجزيري اللي حقق المركز ثنين واربين عالمين كافضل تصنيف له في مسيرته الاحترافية اللي قد بلغت آآ سنة الفين وثمانتاش نسف نهائي بلاغ بطولة السوق دبي الحرة للتنس آآ اكيد آآ حمدي انه اي لعب عنده آآ يعني آآ الحدود انتاو كما مالك الجزيري آآ فرحت وانسى الكل واليهز القاب للأسف آآ غدوة الاثنين باش يعتزل لعاب بثل المشاركة في النسخة واحدة وثلاثين باش يقابل نذيروا الاسبانيا اللي خندرو المصنف واحدة وثلاثين آآ عالمين من نجم نقوله كنو برافو وشابو الملك الجزيري آآ نعم ملك الجزيري امتعنا على مدة سنين وماشاء الله معتها غرس فينا روح الربح خاطر معتها من اول التوانس اللي قد نوصف كده كلاس ما وممتازين برشا دونك آآ يعطيه صحة على المجهود اللي عملوا وعلي كلاس ما اللي عملها آآ بينصره بشانفعنا بالخبرة متاعه ومطلقة الخبرة متاعه اللي ماشي لعبه وليك لاس ما اللي وصل لها والتعب اللي تعبه انشاء نفعلنا صغار ومشي يكون لنا جينيراسيون اخرى نجم تاخذ المشعل عليه وعلي شلية معتها توصل ديبا ليه اكثر شوية من وصل لهو معتها ان شاء الله عليش ما شوفوهوش الثاني والثالث والرابع معتها في العالم معتها على يده وخطره ومشي يعتزل اللعب ومشي اخذ مهنة التدريب توا ومشي حاول يكون لنا لعيبين ولا لعيبات وخرين ان شاء الله ونتمنى له كل التوفيق وان شاء الله على يده الحزب كما نقول باي قبل ما تغادرنا حمدي نذكره في يقل من دقيقة الدورة القادمة من تنظيم نادي تنسب القيروين والتوقيت باي ان شاء الله كيفما قلنا نهارة السبت لكات ولسانك نهارة سبت نهارة الاحد اربعة وخمسة مارس عنا الترنوى كريتيريوم هذية امتاع ليبوسان اين ليبوسان دو معتها سمحني امتاع ليلوتان يعني ستة سنوات وماء اقل ستة خمسة ستة سبعة سنوات واضح الله دونك اه ماذا بينا الناس كل يكون موجودين اه مش تبدأ العشرة نتاع الصباح ان شاء الله دونك اه حتى وكان انا نترينا الوزير النجم نجي ونتفرج على صحابي عليه انا نهار اخر ما نكونش كيفهم ان شاء الله بالتوفيق للصغيرات المتاع الحمدي ذكرنا بالارقام اللي يحب يهز صغير وحب اه ينخرب في نادي تنسب القيروين باي اه كما قلنا نادي تنسب القيروين راهو فتح عبابو سبع ايام سبع ايام في الجمعة دونك نجمو تتصلوا بينا اه على الرقم تلاثة وتسعين سبعة اربعة ثمانية اربعة اربعة خمسة نعودو على الرقم تلاثة وتسعين سبعة اربعة ثمانية اربع اربع خمسة. اه نجم زاد ندخلو عالباج فيسبوك تينيس كلوب دو كروان. ندي تنسي متاعنا رو موجود في حي الشباب. شارع فاس. حي الشباب معروف الناس لكلنا. اه نجم نجيو كما قلنا رو عنا دي جروب دو الوزير رو سبتو لحد. اه نجم ولدي يتريانا من الماضي ساعتين للماضي ثلاثة وفم دي جروب سولون ل معتها الاعمار. واضح. ان شاء الله تزورونا. نجم حتى رو زادا نذكروا. رو عندك الحق في سيانس دي سي. رو ان كباران. نجم كما نعرف ان احنا تقول صغير معتها ساعات يحير في القرارات. احنا ندي متاعنا رو موفر سيانس دي سي. يعني يجي لولا يجرب. لعلى تعجبوا سبور هذيك. دونك ما نحرموشي احنا من فرصة هذيك خلي يجي يجرب ومرحبا بي. واضح شكرا لك حمد الشريف المدير الفني لنادي تنس بالقرارة. هكا اه وصلنا لنهاية فقراتنا من سبيسيال تينيس.